لم تسفر التحقيقات الحكومية حول قصف مقرات ميليشيات الحجد في العراق عن نتائج واضحة فيما توجه الاتهامات إلى حكومة عادل عبد المهدي في افتقادها لشجاعة بإعلان النتائج بسبب الضغوط الخارجية مستودعات أسلحة ميليشيات الحجد تعرضت إلى القصف بطائرات مسيارة خلال الشهرين الماضيين فيما صدرت تلميحات صهيونية عبر كبار المسؤولين والإعلاميين بأن الطيران الصهيوني يقف وراء القصف لكن الحكومة في بغداد لم تشر إلى أي جهة متورطة عادل عبد المهدي سعى من جانبه إلى إرضاء القوى التي تطالب بإدانة تل أبيب وواشنطن بإعلانه منتصف الشهر الماضي بدأ تحقيق شامل تشترك فيه الجهات المسؤولة لكن لا نتائج إلى الآن بعد شهر من ذلك الإعلان الأمر الذي دفع تحالف الفتح إلى تهديد رئيس الوزراء باتخاذ موقف من وجوده على رئيس الحكومة المتحدث باسم وزارة الدفاع تحسين الخفاجي أكد أن التحقيق وصل إلى مراحل نهائية لكن مراقبين أكدوا أن أسبابا سياسية ستحول دون الإعلان عن النتائج في حال اكتمالها لأن ذلك يتطلب الرد على مصدر الهجوم أو اتخاذ الإجراء المناسب وهو أمر يقع خارج قدرة الحكومة والبرلمان الذي استأنف عقد جلساته بعد عطلة دامت أربعين يوما دون أن يدرج على جدول أعماله أي من القضايا الرئيسة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية وفي مقدمتها قضية القصف السؤال الذي بات أكثر إلحاحان اليوم يدور حول خشية الحكومة في بغداد من إعلان تورط الكيان الصهيوني بقصف مقرات ميليشيات الحجد في ظل عجزها عن الرد على تلك الهجمات وبالتالي فإن الإعلان عن الجهة المنفذة سيكون ضدها أكثر مما يكون عليها وسيضعها في موقف صعب أكثر مع الميليشيات والأجنحة الإيرانية في العملية السياسية كما سيحرجها أمام الرأي العام في الداخل والخارج إذا ما هددت البعثات والمصالح الأجنبية في العراق من قبل تلك الميليشيات دفع زعماء ميليشيات الحجد باتجاه اتهام تل أبيب كما يرى مراقبون يراد به على الأرجح خلق رأي عام مناصر وإيجاد ذريعة أخرى لاستمرار وجودها الذريعة هنا تتعلق بمواجهة مفترضة مع الكيان الصهيوني خاصة بعد انتهاء الحرب على تنظيم الدولة وبروز تساؤلات عن سبب بقاء هذه الميليشيات والدور الذي تطلع به وهو ما لم يعد خافيا على أحد